هل الحامل لها وضع خاص أثناء فرضة الحمل؟ آه طبعاً ربنا فرض علينا الصيام وهو ربنا نفسه قد الحامل والمرضى رخصة الإفطار اشمعنا الحامل والمرضى لهم رخصة الإفطار؟ وده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة كان فيه حكمة كبيرة جداً من عند ربنا ومن الرسول عليه الصلاة والسلام إن وضع عن الحامل والمسافر الصيام ليه وضع عنهم الصيام؟ وليه لهم رخصة الإفطار في رمضان على الرغم إن الصيام ده فريدة عشان حنقول معلومات مهمة جداً تفيد الحوامل النهاردة أولاً الصيام يعني الانقطاع عن الماء والأكل فترة طويلة طيب الفترة دية ممكن توصل في شهور الصيف لستاشر ساعة أو أكثر وممكن سبعتاشر ساعة من الانقطاع المتواصل عن الماء والأكل طب بينتج عن كده إيه؟ احنا عايزين نفهم شوية معلومات عن الحمل أول حاجة إن الحمل ده بيختلف جسم الحامل فيه اختلافاً تاماً في الفيسيولوجي بتاعه والنمط الغذائي بتاعه وطريقة حرق الأكل فيه عن الوحدة اللي مش حامل الحامل جسمها بيحتوي على كمية مية أكتر بكتير من السيدة اللي مش حامل يعني أنا لو عندي سيدة حامل جسمها بيحتوي على قدره معين من المية متوقع وهي حامل المية دي تزيد قد إيه؟ تزيد رقم مهول تزيد مية زيادة ستة لتر ونص يعني احنا أثناء فترة الحمل جسمي بيحتوي وبيحتاجز مية زيادة ستة لتر ونص عن قبل الحمل ربنا عمل الكلام دوت لحكمة أول حاجة المية دي بتروح فين؟ مش يقولها كان لوحدة حملت فورمت هو مش ورم بس هي المية دي بتدخل في الدم كمية الدم اللي موجودة في الأوعية الدموية في السيدة الحامل بتزيد حوالي أربعين أو أكتر أربعين في المية أو أكتر من الدم اللي كان موجود قبل كده ففيه الدم ده عبارة عن مية الدم بتاعنا عبارة عن مية وكرات دم حمرة وكرات دم بيضة وصفاح دموية وخلافه فهي الأساس تكوين الدم هو المية فالمية دي بتزيد الدم بتاعنا بيزيد حوالي أربعين أو تاتة واربعين في المية ودي نسبة كبيرة جدا يعني بيزيد حوالي نص يعني بيزيد حوالي ثمين لتر ونص ودي كمية كبيرة جدا المية المختزنة في الأوعية الدموية بتزيد المية اللي ما بين الخلايا وبعضها بتزيد المية الداخل الخلايا بتزيد بنسبة قليلة حجم السدر او الثديين بتاع السيدة الحامل بيزيد الميا اللي حوالين الجنين بتتكون ودي ميا الميا اللي دخل الرحم بتزيد وهكذا كمية الميا دي بتزيد في الحامل 6 لترونوص الميا دي نفسها اللي احنا بنقول لما بنصوم بنمتنى عن الميا، بنمتنى عن الاكل والشرب والميا فالميا دي لما احنا نمتنى عنها الجسم بيسحب الميا لجواه وبالتالي السيدة الحامل بتبقى لما تعتش ما عندهاش مصدر كافي للمية لتغذية كل الاحتياجات الزيادة للمية دي طب هل ده يضرها في حاجة؟ لو السيدة الحامل بحالة صحية كويسة وإحنا في فصول الشتاء يعني ما فيش عطش فترة طويلة وعدد ساعات الصيام قليل وهي صحتة كويسة لا الجسمها يقدر يعوض الفترة دي من الصيام لكن المشكلة الأساسية مش هنا المشكلة الأساسية لما نبقى عدد ساعات الصيام طويل أو في فصول الصيف زي ما احنا الأيام اليومين اللي فاتي دول كانوا حارة جدا عدد ساعات الصيام معدد 16 ساعة طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا لما بنعتش احنا بنروح نشرب ليه؟ عشان فيه هرمون بيطلع من مخنا بيقول لنا روح اشرب انت عطشان روح اشرب انت عطشانة الهرمون ده بيطلع من المخ هل تعلم ان هذا الهرمون اللي بيطلع من المخ وبيقول لك روح اشرب انت عطشان هو الهرمون الاخ التوقم لهرمون طلق الولادة ايه ده معقول الكلام ده؟ اه هو الاخ التوقم له الاخ الشقيق له لهرمون طلق الولادة هم الاثنين بيتكونوا نفس التكوين تقريبا الاثنين عبارة عن احماض امينية يعني عبارة عن فروتينز لاتنين عبارة عن تسعة أحماض أمينية لاتنين بيشتركوا مع بعض في سبع أحماض أمينية يعني تخيل أنت واخوك بتشتركوا مع بعض في سبع مواصفات بالضبط وبيختلفوا عن بعض في اتنين مواصفات فقط وبالتالي الهرمون اللي بيقولك روح اشرب انت عطشان هو بيؤدي إلى انقباضات في الرحم والهرمون اللي بيطلع وبيقولك روح اشرب انت عطشان ده زي ما بيقول للسيدة الحامل روح اشتراب انت عطشانة زي ما بيؤدي التقلصات في الرحم وانقباضات في الرحم وبالتالي اي واحدة عندها طلق مبكر او ولادة مبكرة او معرضة للطلق المبكر او الولادة المبكرة او حصلها قبل كده طلق مبكر او ولادة مبكرة في الحمل اللي فات او حملها ده حامل في توقم او طلت اطفال وده بيحصل كتير جدا الايام دي نتيجة استخدام وسائل الاخصاب المساعد والحقن المجهري والمنشطات وخلافه التوائم بيزيد جدا كل السيدات دي معرضة للولادة المبكرة اول ما صوم بيحصل ايه المية بتقل الهرمون بيطلع روح اشتراب انت عطشان هو الهرمون ده بيؤدي الانقباضات في الرحم وبالتالي اول ما السيدة الحامل تصوم تبتد بالزاد في السابع والتالي تقول لك انا بطت مغصت علي وجعتني قوي وجيت على العصري كده يا دكتور وحسيت ان بطني هتتقطع اولا اروح اشترابي بسرعة علاجك الاساس ان انت تشربي وتفطري عشان كده ربنا ادينا رخصة الافطار وبالتالي مرضى اللي بيدخل المستشفيات اول وحدة ما تدخل المستشفى في حال الطلق مبكر وولادة مبكرة في الشهر السابع او الثامن اول علاج لها في الطب ايه اسمها هايدريشن هايدريشن يعني املاها مية يعني يركب لها محلول واملاها مية كل ما تملها مية كل ما نسبة الطلق التاعها داي ايهل وكل ما الانقباطات ايهل